ألمانيا تعلن عن تعديلات جديدة لتسهيل الحصول على جنسيتها في مدة قليلة وبشروط بسيطة من المتوقع أن تشمل أكثر من 800 ألف سوري يقيمون في ألمانيا فما القصة؟ أعلنت ألمانيا عن خبر صار للمقيمين فيها أو من يرغب في الإقامة والقصول على الجنسية حيث تعمل الحكومة الألمانية في الوقت الحالي على إصلاحات قانونية تتعلق بمدة الإقامة والزواجية الجنسية للأجانب وذلك لتسهيل إجراءات حصولهم على الجنسية الألمانية في وقت مبكر وبسهولة أكبر وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الحصول على الجنسية الألمانية سيكون ممتناً بعد العيش خمس سنوات في ألمانيا وذلك مقارنة بثماني سنوات في الوقت الحالي وفي حالي كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد فإن بإمكانه الحصول على الجنسية الألمانية بعد سلاس سنوات فقط بعد تقييم آدائه في المدرسة أو في العمل أو في حالي أظهر إنجازات خاصة أو شارك بأعمال تطوعية أو لديه مهارات لغوية جيدة وذلك وفقاً لما نشره موقع تاكس شو الألمانية وتتضمن الإصلاحات والقوانين الجديدة أن أي طفل ولد في ألمانيا لأبوين أجنبيين أحدهما لديه إقامة اعتيادية قانونية في ألمانيا لمدة خمس سنوات سيحصل الطفل بشكل تلقائي على الجنسية في حين كان سابقاً يتطلب ثماني سنوات كما أنه سيتوجب تسهيل تجنيس أباء جيل العمال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات لأنه لم يجرى تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أنه سيكون هناك العديد من التسهيلات المخططة لتحفز الاندماج بالإضافة إلى تقصير المواعد النهائية وأشار المتحدث إلى أن من يقومون بعمل تطوعي للآخرين في أوقات فراغهم يجب أن يحصلوا على تقدير خاص ومن جهة أخرى سيتم توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان لكن في الوقت الحالي لا يتقدم العديد من الأجانب بطلب الحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلي عن جنسيتهم الأصلية أما عن المشروع الجديد فستقدمه وزارة الداخلية قريباً إلى الوزارات الأخرى وبمجرد تسوية تفاصيل جميعها ستجرى الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء وبمجرد إقرار التعديلات الجديدة فإنه من المتوقع أن تشمل أكثر من 800 ألف سوري يقيمون في ألمانيا وصل معظمهم بعد عام 2011 إصرى الأزمة التي اندلعت في سوريا وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن عزم حكومته على تحديث قانون الجنسية الألمانية منذ تشكيلها في نهاية نوفمبر لعام 2021 وتسعى ألمانيا من وراء ذلك إلى جذب العمال الأجانب المهرة لمواجهة النقص اليد العاملة عبر تقليل العقبات البيروقراطية في حين تكافح البلاد لمحاربة الشيخوخة وخلال العام الماضي قدرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول العام 2026 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر